وصلت وزارة أدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار استلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السلع الرسمي وتمكنت تجهود الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 512 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 170 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 82 طن وفي مجال البيع بأزيد من السلع الرسمي لمواد البناء تم ضبط 30 طن إسمنت كما تم ضبط 57 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السلع الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال قضايا المخابزة تم ضبط 723 قضية من بينها 171 قضية خبز ناقص للوزن و180 قضية خبز غير مطابق للموصفات أما في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير فقد تم ضبط 42 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 370 طن